اهلا بكم معكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن رسم القلب بالتفصيل وطبعا ده هيكون على حلقات ودي الحلقة الاولى في البداية في حاجة اسمها الكاردياك سايكل يعني الدم بيوصل ازاي للقلب ومن القلب تاني يوصل للجسم الدم بيتجمع في السبيرور فيناكيفا والانفيرور فيناكيفا ويوصل للراية اتريام ومن الراية اتريام بينزل الى الراية فينتريكل عن طريق التريكاسبت فالف ومن الراية فينتريكل يروح للرقة بقى عشان يحصل له اكسيجينيشن وعشان يشيل منه ثاني اكسيد الكربون عن طريق البالموناري ارتري بعد كده الدم بيوصل من الرقة للناحية الشمال في القلب للليفت اتريام عن طريق البالموناري فينز بعد كده ينزل من اللفت اتريام للليفت فينتريكل عن طريق الميترال فالف وفي النهاية بيطلع بعد كده يوصل للجسم كله عن طريق الأورطة من الليفت فينتريكل أكبر عضلة في القلب هي العضلة اللي في الليفت فينتريكل اللي في الناحية الشمال هي اللي مسؤولة عن أنها تضخ الدم للجسم كله الريت إيتريام والليفت إيتريام بينقابضوا في نفس الوقت كمان الليفت فينتريكل والريت فينتريكل بينقابضوا هما كمان في نفس الوقت وطبعا عشان العضلات دي تنقابض سواء الإيتريام أو الفنتريكل لازم يكون في كهرباء هي اللي تخلي العضلات دي تنقابض عشان كده فيه كهربا بتنظم عمل القلب نبضات كهربائية بتكون في الشخص الطبيعي طلعها من حتة اسمها SE Nude الSE Nude دي موجودة في الريت اتريام هي دي المنظم الأساسي للكهربا في الشخص الطبيعي وهي دي النورمال بيس ميكر للقلب النبضة بتطلع من الSE Nude وتنتشر على جدار الريت اتريام والليفت اتريام وبالتالي بيحصل انقباط فيهم بعد كده النبضة بتوصل للAV Nude ومن الAV Nude بتمشي لحقاجة اسمها Bundle of Hiss البندل of Hiss بتمشي في السيبتم في الفاصل اللي ما بين الريت فينتريكل والليفت فينتريكل وبعد كده بتنقسم لجزئين راية باندل وليفت باندل بعد كده الليفت باندل نفسها بتنقسم لجزئين اتنين انتيرور فاسيكل وبستيرور فاسيكل الكلام ده مهم جدا لان ده المساري الطبيعي لكهربة القلب النبضة بتطلع في الاساس من الASE Nude توصل بعد كده عبر جدار الاتريام الى الAV Nude وبعد كده توصل للBundle of Hiss بعد كده لتفرعات البندل of Hiss اللي هو الريت باندل والليفت باندل وبعد كده الليفت باندل دي الى انتيرور فاسيكل وبستيرور فاسيكل والبندل of Hiss دي هي اللي مسؤولة عن توصيل النبضة الكهربائية الى الليفت فينتريكل والريت فينتريكل عشان ينقبط لازم نبقى عارفين الكلام ده كويس جدا لازم تكون انت عارف رسم القلب نفسه بيتوصل ازاي رسم القلب عشان توصله في Limp Leads و Schist Leads Limp Leads يعني الاجزاء الكهربائية اللي بتتوصل بالاطراف الايد والرجلين الشist Leads اللي هي بتتوصل على الصدر Limp Leads بيبقى لها الوان وساعات يبقى مكتوب عليها ساعات يبقى مكتوب مثلا RA يعني Right Arm RF يعني Right Foot وهكذا وكمان الالوان لازم نبقى عارفينها في الايد اليمين بيكون احمر في الرجل اليمين بيكون اسود وهنا في الايد الشمال بيكون اصفر في الرجل الشمال بيكون اخضر نار وطفناها صحرا وخدرناها اما بالنسبة للشيست Leads بيبقى عليها ارقام تبص عليها تلاقي مكتوب V1-2-3-4-5-6 فاما كينهم فين الفراغ اللي هو الفراغ اللي بعد الضلع الرابع من الناحية اليمين من الاستيرنب بنحط V1 من الناحية الشمال بنحط V2 V3 سيبها دلوقتي نجيحط V4 في المد كلا فيكرا الليين في الفيفس انتركوستاليس بيس في الفراغ الخامس وبعدين بنحط V3 بين V2 و V4 نحط بينهم V3 V5 في الانتيرور اجزيلاري لاين على نفس المستوى بتاع V4 و V6 في المد اجزيلاري لاين على نفس المستوى ايضا لازم نبقى عارفين الاماكن دي ولازم ما نعتمدش على حد في التوصيل ونبقى احنا نعرف نوصل كويس العيان لو لابس ساعة او اي حاجة معدن لازم يقلعها العيان لازم يكون نايم مستريح لان رسم القلب ده هيضقط اي تغيرات كهربائية في جسمه مش هيعرف القلب مش من القلب يعني هو لو بيترعش هتلاقي رسم القلب بيتهز لو هو بيحرك رجليه هتلاقي فيه حركات في رسم القلب لازم العيان يكون نايم هادي ما معهوش حاجات معدن كمان لو عنده شعر كتير ولا حاجة فالبمب مش رادي يمسك نشيل الشعر ده عشان نعرف نحط البمب كويس وطبعا نستخدم الجل المخصص لرسم القلب ده الجل ده اللي بنحطه عشان نحط عليه الليدز دي ويمسك في الجسم ويوصل الكهربا كويس لما احنا بقى بنوصل الليمبليز دي والشيست ليدز اللي احنا قلنا عليهم دول بيطلع لنا في رسم القلب بقى 12 ليد الليمبليز اللي احنا بنوصلهم في الاطراف بيبقى مسؤول انه يطلع لنا في رسم القلب ليد واحد واثنين وتلاتة AVR AVL AVF اما الشيست ليدز اللي احنا ركبناها علي الصدر دي بتطلع لنا في رسم القلب الباقي بقى اللي هو V1 V2 3 4 5 6 اسمهم الشيست ليدز اما اللي في الاول اسمهم لمبليز لمب يعني الاطراف والقلب ده بيتقسم مناطق في رسم القلب ده يعني ليد واحد وAVL المنطقة دي اسمها high lateral 2 و 3 و AVF اسمها inferior V1 و V2 اسمها septal V3 و V4 اسمها anterior V5 و V6 دول اسمهم lateral ليه لازم نبقى عارفين المناطق دي لان مثلا مفيش بصولوجي في ليد واحد يعني لو في مثلا ST elevation ST segment مرفوعة لازم يكون في 2 leads ماينفعش ليد واحد اقول مثلا في 2 و 3 و AVF يبقى اقول ان الراجل ده عنده inferior MI جلطة في المنطقة اللي هي inferior لقيت مثلا T مقلوبة في V5 و V6 اقول ان الراجل ده عنده lateral ischemia وهكذا فلازم ابقى عارف المناطق دي كويس جدا كمان لازم ابقى عارف الستندريزيشن بتاع الجهاز اللي انا شغال عليه يعني الستندريزيشن مارك اللي هي في الاول المفروض تكون مربعين كبار دي بتبقى موجود ساعات في اول الليد في اول رسم القلب ساعات في بعض الاجهزة تكون موجودة في الاخر لازم ادور عليها واعرف ان هي مربعين كبار فايدة ان هي تكون مربعين كبار ايه هو ده الستندريز اللي احنا ماشينا عليه مثلا لو عينت خين فالكمبلكسات جاية لي صغيرة فانا عايز اكبرها فبعمل ايه بدل ما اخليهم مربعين اخليهم ثلاثة وبالتالي اكبر الكمبلكس فاقدر اشوفه كويس لكن ابقى عارف ان انا مكبر الستندريزيشان مارك كمان مثلا لو واحد عنده تضخم في عضلة القلب فالكمبلكس جاي كبير جدا فانا مش قادر اشوف نهايته ولا بدايته فبدل انا ما مخلي العمود الاولاني ده مربعين اخليه مربع واحد فبالتالي اصغر كومبلكسات كلها بعد كده وبقى عارف ان انا اللي عامل كده بنفسي لكن عشان ما نتلغبطش اعرف ان العمود الاولاني ده لازم يكون مربعين اتنين وسرعة الجهاز تكون 25 ملي متر وطبعا السرعة بتبقى موجودة في ضبط الجهاز وموجودة كمان في رسم القلب نفسه لما يطلع تشوفها زي كده لما تكون انت مزبط اعدادات الجهاز على الستندريزيشن اللي احنا قلنا عليه ان العمود الاولاني مربعين والسرعة 25 يبقى معنى كده ان الجهاز ده بيعد خمس مربعات كبيرة كل ثانية سرعة الجهاز خمس مربعات كبيرة كل ثانية واحدة معنى كده ان الدقيقة فيها كم مربع كبير فيها 300 عشان كده ده هيفيدنا بعد كده لما نيجي نحسب الريت نحسب عدد ضربات القلب في الدقيقة كام نقسم 300 اللي هو عدد المربعات الكبيرة دي في الدقيقة على المسافة اللي بين الار والار عشان اعرف فيه كام كومبليكس في الدقيقة دي يعني كل خمس مربعات بيساوي ثانية يعني المربع الواحد بيساوي اتنين من عشرة ثانية المربع الكبير وكل مربع كبير بيتقسم الى مربعات صغيرة خالص المربعات الصغيرة المربع الواحد بيساوي اربعة من مية ثانية دي قواعد لازم نبقى عارفينها ان لما يبقى الجهاز مظبوط على الستاندرد فكل مربع كبير بيساوي اثنين من عشرة سانية كل مربع صغير بيساوي اربع من مية سانية كل خمس مربعات كبيرة سانية لازم نبقى عارفين شكل رسم القلب الكومبليكس والويفز اللي بتطلع اول ويف بنقابلها هي البي ويف البي ويف دي بتعبر على الاتريال دي بولوريزيشن حاجة اسمها الدي بولوريزيشن وفي حاجة بعد كده اسمها الري بولوريزيشن لكن عشان ما نتلغبطش كتير اعتبر ان البي بتعبر على الاتريال كونتركيشن والبي ويف دي المفروض ما تزدش عن اثنين ونص في اثنين ونص ما تزدش عن مربعين ونص صغيرين في اثنين ونص طول وعرض ما تزدش عن كده بعد كده في البي ار انتيرفال وديه المسافة من بداية البي لبداية الQRS كومبليكس المفروض المسافة دي ما تزدش عن مربع كبير وما تقلش عن ثلاث مربعات صغيرين بعد كده وده بيعبر على وفيه قاعدة ان انت لو ماشي بعد البي اول حاجة لقيتها نزلة يبقى دي كيو يبقى اللي بعدها ار لو طلعت بقى واس وهكذا طيب انت ماشي بعد البي لقيت اول حاجة قبلتك طلع الفوق تبقى دي ار ويبقى اللي بعدها اس يبقى ما فيش كيو فدي قاعدة مهمة جدا بعد كده واللي ممكن تشوفه باشكال كتير على حسب انت بصص عليه منين يعني اللي احنا بنركبها في الشيست اللي دي في واحد بيبقى باصص على القلب من هذا الاتجاه لكن في ستة باصص من هذا الاتجاه شكل الكيو ار اس كومبليكس بيتغير لان احنا بنبقى بصين على القلب من كذا زاوية فممكن نلاقي مثلا كيو ار بس ممكن نلاقي ار اس بس ممكن نلاقي كيو ار اس عادي وهكذا فمش شرط الكومبليكس كله يكون موجود في كل اللي دي زي بعضه والكيو ار اس كومبليكس دي المفروض تكون اقل من ثلاث مربعات صغيرة الديوريشن مدتها يعني ما تزيدش عن ثلاث مربعات صغيرين ممكن اقل من كده لكن ما تزيدش عن كده بعد الكيو ار اس في حاجة اسمها الاسي تي سيجمنت الاسي تي سيجمنت اللي هي المسافة من نهاية الكيو ار اس كومبليكس من نهايته بعد ما يخلص الى بداية التي ودي مهمة جدا في تشخيص الجلطات اللي في القلب الام اي وفي تشخيص الليسكيميا او قصور الشرايين والحاجات دي فالاسي تي سيجمنت دي مهمة جدا الاسي تي سيجمنت دي المفروض تكون على الايزو الكتريك لاين يعني على نفس الخط اللي مرسوم عليها البي ويف يعني البي ويف تكون بدقة كده هي كمان تكون على نفس الخط ما تعلاش عنه ولا تنزل عنه بعد كده التي ويف التي ويف اللي هي بتعبر على والمفروض ان هي تكون تكون كلها بصة لفوق في قاعدة تانية لازم نبقى عارفينها ان الكهرباء بتاعت القلب لما بتروح في اتجاه ليد بتخليه يطلع لفوق يعني ايه يطلع لفوق يعني بتخلي الار في اكتر من الاس يعني انت لما نبصوله من بعيد تلاقي الكمبيكس كله طالع لفوق ولما الكهرباء بتاعت القلب بتمشي بعيد عن ليد بيبقى الليد ده اللي الكهرباء مشيت بعيد عنه معظمه لتحت يعني تلاقي فيه الاس اكتر من الار يعني انت برضو لما تبصله من بعيد تلاقيه كله نازل لتحت وده بيفيدنا كتير بعد كده في حاجة اسمها الاكسز او اتجاه كهرباء القلب ازاي نحددها هنعرف ازاي يعني لما كن موصل العيان بالشكل ده المفروض ان الليد اللي هو واحد واثنين وتلاتة اللي هم دول وكمان اي في اف كهرباء القلب ماشية في اتجاههم فبالتالي بيكون كلهم لفوق لان احنا قلنا كهرباء القلب لما تروح لليد زي في الليدات دي كده بيطلعوا لفوق لكن لو بصيت على اي في ار هتلاقي ان مكانه كهرباء القلب بتمشي منه عشان كده دايما ال اي في ار كله دون وورد كله تحت لما تبص في اي رسم قلب طبيعي غالبا غالبا بتلاقي ال اي في ار كلها لتحت تلاقي ال qrs نازلة لتحت وممكن كمان تي ويف تلاقيها لتحت لان ال اي في ار مكانها على ال رايت واحنا قلنا كهرباء القلب ماشية كده فدلوقت اللي هنا كهرباء القلب ماشية منه فكله بينزل لتحت وبالمثل برضو في الشيست ليتز احنا لما ناخد قطاع كده في جسم الانسان هنقطع كده في جسم الانسان نلاقي القلب نايم في صدر العيان بالشكل ده واحنا لما بنحط علي جسم العيان بتبقى بالشكل ده v123456 زي ما احنا شايفين فبرضو اتجاه كهرباء القلب بيبقى رايح ناحية v5 وال v6 لان دول ناحية lift ventricle زي ما احنا شايفين والlift ventricle هو اللي في عضلة كبيرة زي ما احنا قلنا عشان هو اللي بيدخ الدم فهو عضلة كبيرة فبياخد كهرباء كتير وبيبقى فيه توصيل اكتر للكهرباء فيعتبر الكهرباء ماشية في الاتجاه ده وبالتالي برضو v5 و 6 بيبقى لكن v1 و 2 ممكن يكونه downward ممكن يكونه لتحت وفيه حاجة اسمها ودي برضو حاجة مهمة بنلاقي ان v1 صغيرة وتبدأ تكبر شوية في v2 وعدين v3 v4 v5 لحد ما توصل في v6 تكون اكبر حاجة ويبقى كده هناك في v6 بقت upright والس على عكس الكلام ده بنلاقيها كبيرة في v1 وتبدأ تصغر 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 لحد ما تروح لv6 تبقى اصغر حاجة يعني في v1 بنلاقي الاس كبيرة والار صغيرة والعكس منها بيكون في v6 بتبقى الار كبيرة والاس صغيرة وفيه حاجة اسمها transition point اللي هي lead بنلاقي فيه الار قد الاس وده ممكن يكون في v3 او v4 ودي مهمة جدا لان القلب في شكله الطبيعي اللي هو ده هيبقى transition point d في مكانها عادي لكن نفرض ان واحد حصل له مثلا right ventricular hypertrophy يعني عضلة القلب تضخمت في الناحية اليمين فالقلب بدل ما هو باصس كده العضلة كبرت فبدأ يبص كده فتلاقي transition point اتغيرت وجات الناحية دي مثلا v2 او v1 والعكس صحيح لو حصل الناحية التانية مشكلة وهكذا لما تيجي تبص على رسم قلب انت بتعلق على حبة نقاط بيوصلوك للتشخيص اللي هم rate rhythm R progression Axis B wave morphology شكل B wave PR interval QRS complex morphology ST segment T wave فاول حاجة rate ازاي تحسب معدل ضربات القلب احنا قلنا ان كل خمس مربعات كبيرة عبارة عن ثانية يبقى دقيقة فيها 300 مربع كبير فلو رسم القلب منتظم انا عايز اعرف ضربات قلبه كان في الدقيقة فانا بشوف المسافة بين ال R وال R لو فرضنا ان هي خمس مربعات يبقى نقسم 300 اللي هو عدد المربعات في الدقيقة على خمسة اللي هو المسافة ما بين كل ضربة والتانية فيبقى 300 على خمسة يبقى معدل ضربات القلب ده 60 ضربة في الدقيقة طيب لو رسم القلب ده مش منتظم مش هعرف اعمل علاقة كويسة فانا بعمل ايه بعيد 30 مربع كبير 30 مربع كبير يعني 6 ثواني احنا قلنا الخمس مربعات ثانية يبقى 30 مربع 6 ثواني اشوف فيهم كام كومبوليكس طب انا لقيت فيهم مثلا خمسة طب هما دول 6 ثواني عشان اجيب الدقيقة يبقى اضرب في عشرة عشان 6 ثواني في عشرة ب 60 ثانية برضو الخمسة في عشرة ب 50 ضربة في الدقيقة يبقى لو رسم القلب منتظم بقى سم 300 على عدد المربعات الكبيرة بين ال R وال R لو رسم القلب مش منتظم طبعا بيبقى فيه ستريب الستريب ده يعني تطويلة لليد معين مش كومبوليكس واحد ولا اتنين بيبقى فيه ستريب طويل لازم نبقى عارفينه برضو الستريب الطويل ده بجيب 30 مربع كبار اشوف فيهم كام كومبوليكس واضرب في عشرة تاني حاجة الرزم والرزم ده هنعرفه مع الوقت وخلصت بتقول ان كل QRS كومبوليكس يبقى قابلها بي ويف بي ويف واخدى المورفوليجي بتاعها اتنين ونص في اتنين ونص وكلهم شبه بعض وكل بي ويف وراها QRS كومبوليكس الكلام ده بنسميه نورمل ساينس رزم يعني بنقصد بي ان كهربة القلب في الشخص ده طلعة من الاس اي نوت نتكلم بعد كده على الاكسز الاكسز يعني نقصد بي اتجاه الكهربة في القلب رايح فيه كنا احنا قلنا في الفيديو اللي فات السريع ان انت بتمسك في ايدك الشمال ليد واحد من الليمبليدز وتمسك في ايدك اليمين ليد اتنين وثلاتة لو ليد واحد وقع يعني بقى كله نيجاتيف يعني الاس اكتر من الار نقول ان ده والعكس صحيح لو ليد اتنين وثلاتة هما اللي وقعوا يبقى ده هي دي صحيحة وسريعة لكن عشان نفهمها ازاي بقى اتجاه كهربة القلب احنا قلنا انه ماشي في الاتجاه ده بالزبط اللي هو ده فالاتجاه ده لو بصينا ليه هنلاقي ناحية واحد واثنين وثلاتة كلهم ابرايت لانه ماشي في اتجاههم نفرض ان اي مشكلة حصلت وتضخم حصل في القلب فالتجاه الكهربة بدل ما كان ماشي في اتجاهه الطبيعي كده جي ناحية اليمين فطالما جي ناحية اليمين هيخلي ليد اتنين وثلاتة يطلعوا لفوق لان احنا قلنا اتجاه الكهربة ده لما يروح ناحية ليد بيطلعوا لفوق عادي يبقى ابرايت لكن ليد واحد هتلاقيه نزل لتحت فيبقى كده هو اللي احنا قلنا ليد واحد وقع واثنين وثلاتة زي ما هو فبنسميه رايت اكسس ديفيشا طيب اتجاه الكهربة بدل ما كان كده بدل ما في اتجاهه الطبيعي كده راح طالع ناحية الليفت خالص فلما يطلع ناحية الليفت يبقى معنى كده ان الليد اتنين وثلاتة دول بدل ما كان جاي لهم كهربة هتمشي منهم فهينزلوا لتحت فهتلاقي بقوا كلهم داون وورد كلهم ناحية تحت وبالتالي بنسميه وطبعا الليد واحد بيبقى عالي لان الكهربا روحت له فبنسميه ونعرف ان هو يعني في مشكلة لو كانت اللي في ليد تلاتة اكتر من اللي في ليد واحد طبعا كل كلامنا على وطبعا مش هنقدر نكمل الباقي دلوقتي فنكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في قناتنا وعمل لايك وشير شكرا لكم شكرا لكم